اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغستان الصديقة على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتوسيع وتنمية الأعمال التجارية وشركات الاستثمارية في مجالات عدة بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام لاقتصاد البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ابو غبي والذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي عقل البك جبروف رئيس مجلس وزراء جمهورية قرغستان محضور عدد من ممثل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ورجال الأعمال وممثل القطاع الخاص من البلدين وأوسط اللجنة بتشكيل فريق عمل مشترك يختص بتنسيق وتحديد الاجتماعات وورش العمل يشارك فيه المستثمرون ورجال الأعمال وممثل القطاع الخاص من البلدين بما يسهم في تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والجرغستي واطلاعهم على الفرص الاستثمارية والمشاريع التجارية الحيوية بشكل متواصل واصلاع